اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد السياسة الوطنية للأسرة كما وجه سموه بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة جاء ذلك أثناء ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في قصر الرئاسة ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد عنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شون رئاسة واعتمد سموه السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناغل الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة وتهدف السياسة إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المسدامة كما وجه سموه بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة ملوها بالمكانة الحيوية للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع وعماده مشددا على أن هذه السياسة تستند لجهود سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النساء العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة ووجه سموه وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن السياسة ومبادراتها للتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتنفيذ السياسة ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة كما اعتمد صاحب السمو نائب رئيس الدولة في جلسة مجلس الوزراء مشروع اصدار قانون اتحادي لتنظيم مهلة الصيدلة ومشاءاتها والمتجات الطبية المتداولة في الدولة وفي السياق ذاته اصدر مجلس الوزراء قانون اتحاديا بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية كما اعتمد المجلس المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي والذي يهدف لجذب الاستثمارات الدولية في المجال الإعلامي وتقديم خدمة اتصالات صديقة للبيئة تتطلب كمية أقل من الطاقة لتشغيلها ضمن الحدود المسموح بها دوليا وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس خلال جلستها على إعادة تشكيل مجلس علماء الإمارات وذلك برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة كما وافق المجلس على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية وذلك برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة كذلك اعتمد مجلس الوزراء عددا من الاتفاقيات الدولية